يشهد ملعب أكادير الكبير أدرار حركة نشطة في إطار مشروع شامل لتطوير البنية التحتية الرياضية للملعب وذلك وفقا لمعايير الكاف وتشمل هذه الأشغال بناء ثلاثة ملعب جديدة لتدريب كرة القدم مجهزة بمدرجات جانبية ومستودعات ملابس للعبين بالإضافة إلى إنشاء سور إسمنتي حول الملعب لغرض الحماية وتوسيع موقف السيارات وإنشاء مسالك جديدة كمداخل إلى الملعب يعد بناء ملعب جديدة لتدريب كرة القدم في ملعب أكادير الكبير أدرار خطوة هامة نحو تعزيز قدرات المدينة الرياضية وتتميز هذه الملعب الجديدة بتصميمها العصري وبمدرجاتها الجانبية التي تتيح للمتفرجين متابعة التدريبات في أجواء مريحة كما توفر مستودعات الملابس الجديدة للاعبين بيئة آمنة لتخزين معداتهم وأغراضهم الشخصية يعد بناء سور اسمنتي وقائي حول محيط ملعب أدرار خطوة ضرورية لحماية الملعب من التعديات والسرقات كما يساهم هذا السور في الحفاظ على خصوصية الملعب وضمان سير التدريبات والمباريات في أجواء آمنة مع قرب احتضان ملعب أكادير لبطولات دولية مثل كأس إفريقيا وكأس العالم بدأت أشغال توسيع موقف السيارات لتوفير أماكن كافية لركن المركبات كما تساهم أعمال بناء مسالك جديدة كما داخل إلى الملعب في تسهيل الوصول إليه ولتقاليل الازدحام المروري في المنطقة يعد ملعب أكادير الكبير أحد أهم الملاعب الرياضية في المغرب وتساهم أعمال التطوير الجارية في تعزيز مكانة الملعب كمنشأة رياضية متقدمة تلبي جميع معايير مما يتيح له استضافة المزيد من البطولات العالمية ويساهم في تعزيز مكانة المغرب على الصعيد الدولية ترجمة نانسي قنقر